نظمت وزارة الداخلية بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية والتي تأتي في إطار مواصلة وادي الفروسية لاستضافة بطولات الفروسية المحلية والدولية عقب قيام وزارة الداخلية بتطويره وفقاً للمعايير العالمية في رياضة الفروسية تطوير وادي الفروسية على بحيرة عين الحياة بالفستاط جاء إسهاماً كبيراً من وزارة الداخلية للارتقاء برياضة الفروسية حيث استضاف الوادي بطولات دولية ومحلية عديدة وفي هذا الإطار نظمت وزارة الداخلية على أرض الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثانية على مدار يومين بالتنصيق مع الاتحاد المصري للفروسية التجهزات كأجواء وكذا الأجواء لذيذة وأحب أن يبقى فيه بطولة تانية إن شاء الله في النادي هنا الإعداد بتاع الملاعب على مستوى عالي وأرض الملعب اللي هو ملعب التقاط الأوتاد ملعب قانوني وملعب دولي يستضيف أي بطولة دولية بصراحة يعني النهاردة انبهرت من التنظيم والملاعب المؤهلة بشكل جميل جداً للبطولة أنا باجي هنا نادي ودي الفروسية حتى لو مش مشارك عشان أتفرج على البطولات هنا بيجرى فيها مكن كويسة جداً لأقد أتفرج منها نشكر القائمين على التنظيم في ودي الفروسية وبنشكر وزارة الداخلية على توفير مكان زي ودي الفروسية يسمح أن هو يستضيف بطولات عربية وبطولات دولية بعد كده وأقيمت البطولة ليلاً في ظل تجهيز الوادي بمنظومة إضاءة ليلية متطورة تبار عدد من الفرسان على ملاعب الوادي التي تم تجهيزها وفقاً للمعايير الدولية في رياضة الفروسية وهو ما أشاد به الفرسان أنفسهم تجهيز على أعلى مستوى يعني إحنا ما شفناش كده في أي مكان تاني في جمهورية مصر العربية يعني ما فيش نادي يقدر يستقبل كم دوت أو يستقبل أن أنت تقدر تشتغل على أكتر من بطولة في وقت واحد بصراحة ودي الفروسية عمل مجهود كبير جداً في تنظيم البطولات والحفلات من ناحية الأراضي سواء أراضي الإحماء الأراضي كويسة جداً وكبيرة فيها عدد خيل كبير جداً إضاءة جميلة وأنت بتعرف تتمرم بيها والأراضي فايبر تلايح الحصان في كل مساعدات حتى لو حصانك تصاب هنا الوادي مجهز بفندق لإقامة اللاعبين واستبلات لإواء الخيول المشاركة غرفة الحكام مجهزة بشكل يمكنهم من رؤية الملاعب من كافة الزوايا ميدان والتجهيزات اللي موجودة في ودي الفروسية أنا لفيت العالم كله طبعاً الحمد لله والعبت في أماكن كتير قوي ما لقيتش الاستعدادات والتجهيزات اللي موجودة في ميدان ودي الفروسية ولنشكر وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملينه ومنفذينه الحمد لله وكويس إن إحنا يعني في مصر عندنا حاجة زي دي أنا بشكر ربنا على نعمة مصر والمكان اللي إحنا فيه لأن إحنا أنا شفت سافرت كذا دولة أنا مشفتش مكان بالتنظيم ده والروعة دي وتستمر وزارة الداخلية في دعم الرياضة في مصر وعلى رأسها الفروسية وهو ما يؤكد عليه قيامها بتطوير وادي الفروسية ليصبح قبلة للبطولات في هذه الرياضة